إذن الانتخابات التي ينتظرها الليبيون منذ عشر سنوات تبتعد باتت أقرب إلى التأجيل وربما الإلغاء من الانعقاد نحن على بعد أيام من الاقتراع ولا برامج انتخابية لا إعلانات تملأ الشوارع ولا يعرف الليبي من سينتخب لماذا؟ لأنه ببساطة لا توجد قائمة نهائية للمرشحين فشلت المفوضية العليا للانتخابات في تحديدهم وربما هي غير ملامة في ظل استمرار معركة الطعون القضاء ملام بدعوة تسييس الانتخابات فيما يخص العيوب القانونية البعض يقول أنها صممت على المقاس لإبقاء وجوه موجودة على الساحة ولإقصاء أخرى لكن هناك من يرى أن معركة الطعون لن تكون أكثر ضراوة من تلك التي ستقع لو أجريت الانتخابات في موعدها وحتى لو تم تأجيلها لفترة قصيرة فلن يقبل المرشحون المنهزمون بنتائج الانتخابات لو فازلت بيبة مثلا فلن يعترف بشرعيته كونه ترشح بشكل مخالف بنظر المعارضين وهنا يبرز سيناريو عرقالة سلطة الرئيس الجديد في مناطق نفوذه في الشرق والجنوب ولن تجرى بعدها انتخابات برلمانية عقيل صالح سيبقى على رأس مجلس النواب وسيرد أي قرارات صادرة عنه أما إذا فاز حفتر في الرئاسة فلن تقبل ميليشيات الغرب دخوله طرابلس أما إذا فاز سيف الإسلام فستأتي المعارضة الدولية بعقوبات على ليبيا هذا إلى جانب المعارضة الداخلية التي أطاحت بوالده بالأساس إذن مشهد ليبيا أقرب إلى التفتيت إذن عقدت الانتخابات على هذه الأرضية حرب أهلية جديدة لن تكون مستبعدة وتقسيم للبلاد على أساس سيطرة سيف الإسلام على الجنوب والبيبة والمشري وبشاغة على المنطقة الغربية ويبقى الشرق في يد قائد الجيش خليفة حفتر اشتركوا في القناة